ما يقارب 30 مريض يوميا يترددون على عيادات السمع والتوازن في مركز الشيخ سالم العلي للنطق والسمع يعانون من الدوار وعدم التوازن بسبب مشاكل في الأذن وأغلب الحالات تعاني من الدوار الموضعي الحميد نعم عيادات السمع والتوازن مجهزة بأحدث التقنيات المتطورة لتشخيص وعلاج العديد من الحالات التي تعاني من الدوار وعدم التوازن والكثير من الحالات تعالج بالطرق التشخيصية دون الحاجة للأذوية 60 حالة يوميا يترددون على عيادات السمع والتوازن في مركز الشيخ سالم العلي للنطق والسمع 30 حالة منهم يعانون من الدوار السؤال الذي يطرح نفسه هنا ما هي أعراض دوار الأذن؟ دوخة الأذن عادة تكون فيه انسداد في الطبلة يصير فيه ثقل في السمع ممكن يصاحبها طنين ممكن يصاحبها لوعة ممكن لا سمح الله استفراغ الحالة لو تطورت بهذه الطريقة معناتها أنت تشك وخاصة أن يكون معاها دوار يقول الدنيا تلفيني لما أنام على السرير لما تقلب عدم توازن في المشي لما أمشي أحسني مو متوازن هذه احتمالات كلها تقول لنا أنها ممكن تكون دوخة الأذن فإذا حاجت صار في أي إنسان هذه الأعراض يتجه فورا إلى الطبيب اللي حوله لنا في مركز الشيخ سالم العلي الدوار المضاعي الحميد يعد أكثر أنواع الدوار شيوعا إذ يشكل نسبة 80% من الحالات ويعتمد علاجه على إعطاء المريض تمارين معينة دون الحاجة إلى الأدوية واحد اثناث نام عينك مفتوحة استرخي بالكامل استرخي بالكامل أممكن أراقب حتى حركة العين على الجهاز عندي أو أراقبها بشكل مباشر بهذه الطريقة وأنتظر حتى أرى حركة العين اللا إرادية ومن ثم أشخصها وأعمل التمرين اللازم ومن الأجهزة التشخيصية المتطورة التي تقدمها عيادات السمع والتوازن لمرضى الدوار مراقبة وقراءة حركة العين وربطها مع المراكز الدماغية عندنا المريض يركب كاميرا على عينه الكاميرا هذه نسوي لها رسم المعيار على الجهاز مثل ما تشايفينه على رسم الفيديو لا يتهنيه يتابع المريض عشان نعاير الجهاز نرسم حركة العين ترسم لنا مع المراكز الدماغية فوق هذا أول جزء من الفحص الرسمة هذه تتبت لنا وتشوف إذا في حركات غير طبيعية مع المراكز الدماغية ممكن توحيلنا أن لا سمح الله في شيء دماغي فوق نبدأ نعمل عليه فحوصات أخرى مثل الرنين المغناطيسي هي سلسلة من الخدمات التشخيصية والعلاجية تقدمها عيادات السمع والتوازن والتي تعتمد على كوادر طبية وطنية مؤهلة لما أبو علاوي تلفزيون دولة الكويت